ماذا يا عمرك؟ ماذا حالك يا عمرك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله حقيقي كويسة الحمد لله على السلام الله يسلمك ويه أخبار وليه العهد؟ الحمد لله كويس الدكتور طمينك؟ لا أنا ما نزلتش تعبت شواء كلمت وأجلت المعد لبكرة خلاص خليكي بقى للاقيت لما لقى إجابة تاني سليمان ما ظهرتش تغياري؟ أصلي بطلوبه من ساعة مرجحة ما بيرضش إيه ده؟ إنت ما تعرفش ولا إيه؟ ومار يعرف مين سليمان هو اللي قتل أشرف؟ ده شك في إخلاص لساعتك والتهام ولا أنا بتحيق لي؟ وإنت ليه ختايا بالشكل ده؟ عشان ساعتك ما شفتش بصص لي إزاي؟ وإنت بتسألني السؤال؟ وإنت كمان ما شفتش نفسك وإنت بتقولي خبر موته بمنتهى الهدوء كده؟ الله رحمه يا فندم مش هيغل على خلقه ونعم بالله مؤمن أوي إنت يا سيد يعني يا فندم بحاول أقلل زنوبي على قد مقدر وإذنوبك دي بقى من ضبنها الخيانة؟ عمري مخدتش فيها ولا زنب واحد حتى يا باشا أحسن برضو أنا أصلي ما عنديش غير زنب واحد بس بقتل اللي بيخدني بس ده مش زنب يا باشا ده ممكن يتحطلك في مزان حسناتك إنك بتخلص البشرية من الفصيلة دي قل لي عملت إيه في موضوع الجارد الجديد اللي هياخد باله من وجيه والمدام؟ ما أنا كنت جاي استأذن ساعدتك عشان أنزل أجيبه بنفسي ما لقى إيدك منه أوي؟ ساعدتك أمي التنين أمانة ولازم أكون قدها وبعدين يا فندم تقدر تعتبر اللي جاي ده تنين فواحد غير إنه هو جارد سواق مفيش منه المدام عندها معاد بكرة مع الدكتور تنزل معاها تديله معادي قابلكو في العيادة بعد ما تتفق معاها تجيبوه معاكو وانت جايين أوامرك يا فندم عن إذنك سايد المدام من الطيارة للعيادة ومن العيادة للطيارة لا تروح لكده ولا كده رسالة ساعدتك وصلت ما تقلاش يا باشا أوامرك هتتنفس بالحرف الواحد أستاذن ساعدتك تبقي جاهزة بكرة قبل ما عاد الطيارة عشان ما أضخرش بجد؟ سالم بي أمرني أن ننزل معاك بنفسي عن إذنك أفضل لا أحاول على كوت إلا بالله يا بنت يا حنافية المال في وشك دي ما بتقطعش أبدا بتعايت على مين المرادة؟ بعيات على خبتي شوفت اللي حصل يا سيد إيه اللي حصل؟ سمعين الأخبار العظيمة إيه بديني في وشك؟ بعيات على عجم اللي راح بتعايت على راجل مالي بقاله ثمان سنين؟ بعيات على خبتي وعلى مستقبل اللي راح واطية وأنا اللي فاكرك بتعايت على الراجل أتاريكي بتعايت على نفسك أنت بتتريق إيه سيد؟ طبعاً التاريك ما رفلش الملايه واحدة نوح زيك أنت ما أنا أعمل إيه دلوقتي؟ ليش آخل ده هو اللي جاب لها سكة عجمي هو اللي جاب لها سكة غيره حياتي 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 عايز عرف نوي على إيه يا باسم أكيد هاخد حق من العمل فيك ده تقصت سيد سيد مين يا راح سيد؟ هاخد حق من أبوكي ـ ـ ـ ـ ايه دخل اه هوا بابا مش هنا ما انتي عارفة انا مش بينام هنا عشان خاطر وجيها هوا مش فقطوا اه انا فتكرته هنا عشان كده يمكن خرج كلميه عن موبايل ده لما كانتش اعافله اوكي انا هنزل اشوف تحت في المكتب شكرا الو ايه يا بابا انت فين قلقتني عليك ايه في حاجة عندك اه ها لا مفيش انا بس بتطمر على حضرتك لا انا كويس بس بس انتي قلقتيني طيب هو سيد معاك لا مش معنى اه ازاي بس يا بابا ومالحضرتك بمشغلوا عندك لين الله فيها بس انت متفهميني مفيش يا بابا انا بس بتطمن علي حضرتك انت شايف البلد قلق اليومين دول ومايفعش حضرتك تمشي من جار حراسة متخفيش عليها متخفيش عليها مفيش حاجة اعتعصي ولو انه احساس جميل قوي اني احس انك بتحبيني وخايف عليها اصلاها مش عوايدك طيب ممكن تخلي بلك من نفسك وانتي كمان اوكي تسمع على خير بني يا حبيبتي ما تقوليش اني بسنتها الان عليك وين غريب في كده لما هو مش غريب انت مستغرب ليه على فكرة انتي وحشرين يعني ايه؟ يعني باسم قالك في وشك انه خارج من السجن عشان انتقم من ابوكي؟ ايوا يا سيد وطبعا مش قادر اقول الكلام ده لبابا هتقوليله ايه؟ انا دفعت 750 الف جنيه الباسم عشان يخرج انتقم منك فهيقولك اوي اوي يا حبيبتي خليه يعد عليها بكرة في المكتب بس والنبي يوصيه ما يتأخرش عشان يخلص عليها بسرعة عندي معادي ممكن تتكلم بطريقة افضل من كده عشان اقدر افهم؟ انا اسف يا فندم بس اصلا الموضوع كله في شينك عايزها نصيحة طلع انامي اصلا انامي يعني ايه؟ وايه في شينك انت بتقول عليها دي؟ اصلا باسم ابن عمك من الاخر يعني بقع ما بيعملش حاجة فانا رأيه يعني ما ترملوش ودن عشان ما تستخدمهاش في كلام فارغ طب والكلام اللي هو ايه؟ طب انا راضي زمتك شفتيها حتى في فيلم هندي بدوني علمتنا ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش هيقتل فرخة هيقتل كاتكوت هيقتل ساعتك من الدحك لكن هيقتل كده بحق وحقيقي ودم واعتقدش غالص يا فندم انا رأيه المتبطو سايد عايزك تخلي بالك من بابا لكام يوم دول وما تشيلش عينك من عليه وكلم باسم وفهمه انه التقام ده مالوش لازمه لا كده واضح ان ساعتك ما خبي عني عاك لا وهخبي عليك ايه يعني يا سايد اصلع اليها ساعتك واحدة دفعت سبعمائة وخمسين الف جنيل محامي عشان يخرج واحد من قضية يقوم الواحد ده اول ما يخرج بعاز ان تقم من ابوها عشان مش طيقه وعاز يخلص منه ولا فيه اي اعتبار للجدعانة اللي انتي عملتها له موضوع يعني ما يخشش دماغ عيل صغير بس لو ساعتك فهمها ايش رح يقولي والنبي واحدة احدى عشان انا مش هدم الحكاية دي كلها من اول او صحيح انا نسيت اقولك تروح المحامي عشان تصرب بقيت الاتحاب مانا هان برضو نسيت اقولك ان انا كابل تشيك باسمك ايو طبعا صحيح انا ايني هان ساعة الخير نساء نوريفان فضالي بس ترايا حدائية على قليل كشف الجمع او ايو Però اوو انا هستأزينك يا فعني والده انا متفل معا اول ما ايجي دينيران طب ممكن ما تبادش احلى جملة بحيك بسمعها حاضر